وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المصانع التي تفقدها خلال جولته بمدينة السادات تعمل على مختلف القطاعات الانتاجية المتنوعة وأوضح مدبولي أن المصانع توفر الألافة من فرص العمل للشباب وتخطط للتوسع في أعمالها للتصدير وزيادة المكون المحلي بالآخر من الزيارة أيضاً كنت تفقد لأربع مصانع في مدينة السادات ولو حضركم تاخدوا بالكم المصانع بتغطي أكتر من قطاع بدأنا بقطاع الأجهزة المنزلية ثم قطاع الأغذية والأغذية الغذاء ثم موضوع الزيوت وبرضو زيوت الطعام وأخيراً قطاع الغزل والنسيج المصانع دي كلها بتشغل آلاف من شبابنا والحياة كلها اشتغلت في خلال الفترة السابقة والأهم أنه كلها لديها خطط للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي يعني إحنا بنتكلم في الجزء الخاص بالأجهزة المنزلية بقى المنتجات اللي إحنا شايفينها كانت بتتكلم على مكون محلي 75% لتسعين في المية النهاردة طبعاً موضوع الغذاء وده يمكن الحياة كان مشروع مسير للاهتمام لأن الحياة هو شباب فكر فكرة إبداعية أنه هو إزاي أن يطلع مش فقط منتجات تقليدية ولكن منتجات فعلاً تلبي احتياجات الأسر الجديدة تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بحي الفردوس بمدينة السادات بالمنوفية هذا وسلم مدبولي عدداً من العقود لمستحق وحدات محدود الدخل ضمن المرحلة الأولى سكن لكل المصريين واحد مشيداً بغودة تنفيذ الوحدات لافتاً إلى ما تتمتع به الوحدات من خدمات متكاملة يوفرها المجتمع السكني الجديد ترجمة نانسي قنقر